موسيقى مشاهدين أهلا وسلام بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية بداية أعطى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمس بالرباطة انطلاق تفعالية الدورة التاسعة والعشرين للمعرضية الدولي للنشر والكتابة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية التاسع عشر من ماي الجارية المزيد مع عبداللطيف من طالب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعطي انطلاق تفعالية الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب تظاهرة كبرى ببرنامج ثقافي يضم أنشطة كتاب ومفكرين ومبدعين مغارب وأجانب معرض يكرس موقع المغرب بلدا للتلاقي والحوار والتبادل الثقافي المعرض كانت أبروحنا حفل ثقافي حفل للكراءة وللكتاب هو فرصة للقاء بين المواطنات والمواطنين والكتاب والدعم مباشر التي تعتبر الوزراء اليوم بفئة الشركات لعندها مع المجالي المنتخبة للقراءة وللكتاب الدورة الجديدة تعرف مشاركة أكثر من 700 عارض من 48 بلدا كما تتميز بحلول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو ضيف شرف لها هذا الاختيار يمثل اعترافا بعملنا وبالروابط التي تجمعنا مع المغرب وستكون لزوار رواقنا فرصة اكتشاف مختلف الأنشطة التي نقوم بها في مجالات العلوم والتواصل والإعلام برنامج غني ومتنوع في المعرض الدولي للنشر والكتاب بتنظيم أكثر من 200 نشاط حول تيمات عديدة من ضمنها قراءة التراث وكتابة المستقبل وإفريقيا المتعددة والإعلام والتكنولوجيا نبقى دائما بالرباط حيث انعقد أمس مشلس للحكومة برهازة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خاصة لتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية نتعرف عليها في تقرير لهيشان فرهان في بداية أشغاله تداول مجلس الحكومة والصادقة على مشروع المرسوم بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مشروع يتضمن مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها من قبيل رئاسة النيابة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجنة وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجنة بعد ذلك صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بشأن تحديد كيفية اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة مشروع مرسوم يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ولسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 من القانون المجلس الحكومي صدق أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد العالي للإعلام والاتصال وإتي هذا المشروع بالنظر للحاجة الماسة للخدمات ذات الصلة بالتكوين والتكوين المستمر التي ما فتأت تعبر عنها مكونات مجال الإعلام والاتصال ببلادنا في ظل التطور المطرد لمهام وخدمات هذا المجال وبالنظر لكون هذه الخدمات من مهام المعهد العالي للإعلام والاتصال بصفته من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة واصل أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة هذا المشروع يأتي تفعيلا للقانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومنهود بها وسيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته كان الاشتغال مع جميع القطاعات المعنية وقمنا منذ سنة 2022 بأولا وضع نظام لتقييم الإعاقة حسب المتطلبات منظمة الصحة العالمية وفي إطار مقاربة تشاركية كما قلت مع جميع القطاعات المعنية ولكن أيضا مع المجتمع المدني المجلس الحكومي اختتم أشغاله بالتداول والمصدقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وذلك طبقا للفصل الثاني والتسعين من الدستور وفي خبر آخر كدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقية والمغرب المكمن بالخارج ناصر بوريطا أمس بناء رغبية السياسة الأفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد النسادس وضعت دائما وضعت دائما الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها باعتباره أولوية استراتيجية وأوضح السيد بوريطا على هامش أشغال القمة الأفريقية حول الأسمدة وصحة التربة التي تحتضنها العاصمة الكينية أن المغرب من خلال الزيارات التي قام بها جلالة الملك للدول الأفريقية جعل من الفلاحة عنصر نساسيا في تعاونه مع الدول الأفريقية سواء من خلال برامج التعاون من خلال توجيهات الملكية للمكتب الشريف للفصفات لوضع برنامج خاص للدول الأفريقية وعلى هامش أشغال هذه القمة الأفريقية أشرى السيد بوريطا مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود تطرقت للدفع العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع البلدان الأفريقية نتقل إلى مدريد حيث أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية السيد عبداللطيف حموشي خلال الأسبوعية الجارية مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان قصوصا المدير العام للشرطة الوطنية السيد فرانسيسكو باردو بيكراس والمفوض العام للإستعلامات السيد أخينيو بلانكو وكما التقى السيد حموشي على هامش مشاركته في فعالية الاحتفالات الرسمية للذكرى السنوية المائتين لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية بالمملكة الإسبانية كل من السيد رفاييل بيريز رويز كاتب الدولة الإسبانية المكلف بالأمن والسيد جوليان أفيلال بولو والمفوض العام للأجانب والحدود بنفس البلد وأشكلت هذه المباحثات مع رؤسائي الأجهزة الأمنية الإسبانية مناسبة مواتية لاستعراض نتائج المهمة التي تم تحقيقها في مجال التعاون الأمنية الثنائي بين المغرب وإسبانيا خصوصا في مجال التنسيق العملياتي والمساعدة التقنية لمواجهة تهديذة الخطر الإرهابية ومختلف تصوري أو صوري الجريمة المنظمة لا سيما شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغيرها إلى أجدير هذه المرة حيث افتتحت أمس فعالية الدورة الثالثة من المعرض الدولي للأرغان المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالية العاشر من ماي من كل سنة هو يوم يحتفي من خلاله العالم بشجر الأرغان وبهذه المناسبة انطلقت بأجدير فعالية الدورة الثالثة من المعرض الدولي لأرغان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل افتتاح هذا الحدث تميز بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي واحد الحدث سنوي هذه السنة الثالثة يعني الكل سنسلة دي الأرغان ما يخص الإشعاع ديالها واحد المقاربة اللي هي مهمة جدا جديدة لا في ما يخص العرض ديال المنتجات ديال الأرغان ومشتقات دياله لا في ما يخص يعني المعرفة المحلية ما يخص ثمين ديال الأرغان شجرة الأرغان ديال طبع المتواطني بالمغرب يتم تكريمها من خلال هذا المعرض نظرا لحمولتها الثقافية ودورها السوسي اقتصادي كرفعة لتنمية المحلية عدد من العارضين المشاركين في هذا الموعد السنوي أبرز الفرص التي يمنحها المعرض لإقامة شراكات تجارية لترويج المنتجات في إطار يمتاز بالابتكار وروح التعاون هنا اليوم تنتوجفت المعرض الدولي للأرغان بمدينة أقادير باش نعرفوا بالمنتوج جديد نعم تعرفوا على ناس جداد وشراكات جداد والحمد لله كل شيء دازم زيان يعني كنا رواجت من والإقبال على المنتوجات المغربية المحلية فضاءات مختلفة تجدونها في معرض أرغان من بينها فضاء الاستخلاص التقليدي لزيت أرغان إذ سيتم اكتشاف براعة نساء أرغان في هذا المجال وفضاء آخر خصص للنشئة بهدف تمكينهم من اكتشاف عالم شجرة الأرغان ومجالها الحيوي بطريقة ممتعة وتعليمية أما الفضاء الأهم هنا فتم التهيئته لتمكين مختلف التعاونيات النسائية من عرض منتوجاتها حيث سيضح للزوار فرصة اكتشاف مزايا واستعمالات زيت الأرغان والتعريف بمشهودات المرأة القروية في سبيل تطوير وتثمين منتوجات الأرغان وفي موضوع منفصل لا شكل موضوع مجالس العمالات والأقليم وتحديات التحول الرقمي محور يوم دراسي نظم بالداخل لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الرقمية في تحديث المرفق العام باعتبارها وسيلة تدبيرية جديدة تسادف تجويد الخدمات الإدارية نتابع ورقة التسكين المسوية مجالس العمالات والأقاليم وتحديات التحول الرقمي محور يوم دراسي نظم بالداخل من قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم مساهمة منها في جهود تطوير ورشل مركزية والرفع من مستوى أداء الجماعات الترابية موضوع اليوم كما لاحظت في الجلسة الافتتاحية كان هو الموضوع عن الانتقال الرقمي وعلقته بتحسين وتجويد خدمات مقدمة لمواطنات والمواطنين واللي جاء تبعا لمختلف الخطة بالملكية السامية التي تتلح على استغلال جانب تكنولوجي من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتجاوز بجموعة هذه المعيقات موضوع الندوة وموضوع الجمع العام والذي يخص التحديات التي تواجهها مختلف العملات والأقاليم في المملكة بخصوص التحول الرقمي وهذا الورش الكبير المفتوح هو سيكون إن شاء الله موضوع نقاش بشكلها يطرح الإكراهات ويطرح العراقيل والإشكاليات الحقيقية التي تواجهه من أزل تنزيل هذا الورش وذلك بطبيعة الحالة رغبة في تحقيق المراد وهو خدمة جديدة وخدمة سريعة لفائدة المرتفقين حث المشاركون في هذا اليوم الدراسي مجالس العمالات والأقاليم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع الانخراط في مصاري الرقمنة والتحول إلى الإدارة الرقمية للرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد كما عرف هذا اللقاء تقديم عرض حول الإطار العام لمشروع الموقع الإلكتروني النموذجي الخاص بمجالس العمالات والأقاليم جماعة التورابية كسبقة هي الإدارة التي عندها علاقة مباشرة بالمواطن والتي هي الأولى في هذه العناية وبهذا الاهتمام بالنسبة للمدبري المجاليين على أن تتم الرقم نديل هذه الإدارة بما أنها هي المدخل لعلاقة المواطن بكل ما هو إداري ولذلك فالرقم نديلها مهمة الحدث عرف التأكيد على ضرورة تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لمواكبة التحول الرقمي وجعل الرقمنة رافعة للتنمية الاجتماعية وتعزيز تكوين الموارد البشرية في مجال المعلوميات لتقوية مهاراتهم التقنية ومن الداخل إلى الدار البيضاء انطلقت تشغال الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية المنظم تحت شعار دور الدبلوماسية التضامنية في تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية شامع بك في المتابعة أشغال الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية انطلقت بالدار البيضاء تحت شعار دور الدبلوماسية التضامنية في تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية لقاء شكل فرصة لفتح حوار عربي ودولي وتسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية لهذه الدبلوماسية التضامنية في تحقيق الكرمة الإنسانية وتبدل المعرفة والخبرات بين الدول هذا يأتي الجوش الحويش أولا اعتزازا بالملحمة الوطنية لعرفاتها بلادنا خلال زيزال الحوز والتي كانت واحدة الملحمة تعبأ لها الجامع لمؤسسة الدولة والمجتمع المدني والمتطوعين والمتطوعات وهذا كله تحتاج توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وكذلك تأتي لأنه أصبحت راهينية المشاركون في هذه الجلسة أجمعوا أن المنتدى أتحال فرصة أمامهم لتبدل الأفكار والتجارب الناجحة والمساهمة في تعزيز الوعي العربي والعالمي بأهمية الدبلوماسية التضامنية في تصديل الكوارث المشاركين يمكن لأول مرة لديهم مشاركة للتعرف على التجارب العربية الموجودة ومنها المملكة المغربية كيف كانت تعاملها الاحترافي في التعامل مع الزلزال الأخير وهذا حقيقة الآن لا اهتمام كبير من المشاركين للتعرف على الخطوات الإيجابية خاصة من بداية حدوث الزلزال إلى نهاية إيواء الناس وتميزها حفل افتتاح المنتدى العربي لتنمية المجتمعية بتسنيم جوائزة للجمعية الفائزة بالجائزة الوطنية لتطوع في دورتها الأولى والتي تروم تكريم أفضل المبادرات التطوعية بالمغرب وطنيا دائما نظم المعهد الوطني للبحث الزراعي يوما دراسيا حقليا لتقديم الأصناف النباتية الجديدة التي ابتكرها بضيعة تجارب الضويات بإقليم مولاي عقوب المعهد الوطني للبحث الزراعي يقدم أصنافه النباتية الجديدة التي ابتكرها بضيعة تجارب الضويات بإقليم مولاي عقوب وذلك خلال يوم دراسي حقلي حيث قدمت أحدث الأصناف من الحبوب والبقوليات الغذائية والأعلاف والبذور الزيتية التي تم تطويرها من قبل المعهد هذا اليوم الدراسي يهدف إلى إطلاع مختلف الأطراف الفاعلة على أحدث نتائج البحث الزراعي الوطني لا سيما المهنيين والفلاحين مع التاكيد على مساهمة مسلسل نقل التكنولوجيا في دعم استراتيجية الجيل الأخضر الرامية إلى الرفع من المردودية الفلاحية بنسبة 50% أصناف تتميز بإنتاج عالي متأقلمة مع الظروف المناخية الصعبة وفي نفس الوقت ذات جودة عالية الهدف هو نعرف شركاء دينا بهذه الأصناف والخاصيات ديالها المشرفون على هذا الحدث حرسوا على تمكين جميع المتدخلين من التعرف عن قرب على الجودة الزراعية والفيسيولوجية والتكنولوجية في المبتكرة الجديدة في أفق تعميم استخدامها من طرف المهنيين نفتح ورقة الأنبياء الدولية فدت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال 24 ساعتنا الماضية سدى الجيش الروسي الهجمة لمضادر الجيش الأوكراني في اتجاهات متعددة كما قام بتحسين الوضع على خط المواجهة من خلال القتال وتدمر العديد من مراكز مراقبة القيادة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة الميدانية الوزارة وضفت أن منظومة الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين من منظومة الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي من جهتها فد تيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية عن وقوع 76 معركة في منطقة خط المواجهة خلال 24 ساعتنا الماضية مشيرة إلى أن القوات الجوية الأوكرانية ووحدة الصواريخ المدفعية هاجمت نظام دفاع جوي روسي و17 منطقة تركيز للأرفراد دوليا دائما تشهد الهند أعلى درجات حرارة على الإطلاق وفي مدينة أحمد باد سجلت درجات حرارة قصوى بلغت 43 درجة مئوية ما دفع السلطات إلى تكثيف جهدها لمواجهة موجة الحر الحارقة السلطات عمدت للاستخدام رشاشات مياه وكجزء من الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لمساعدة سائقية السيارات على مواجهة موجة الحر خبراء وطقس أرجعوا سبب ذلك أو هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى التغيرات المناخية عودة للشان الوطنية بمراكوش افتتحات فعالية الدورة السابعة لمهرجان مراكوش جناوى شوى المقامة بشاركة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المهرجان تميز بتقديم لوحة فنية بساحة جامع الفناء القلب النابض للمدينة رضوان مستقيم في المتابعة المدينة الحمراء تعيش على إقاعات فعاليات الدورة السابعة لمهرجان مراكوش جناوى الشو بمشاركة مجموعة من المعلمين والمهتمين بفن جناوى العريق هذه التدورة المنظمة من قبل مؤسسة مهرجان جناوى الشو تحت شعار خير خلف لخير سنف ترم إبراز أهمية هذا الفن على الصعيد العالمي وتحفيز الشباب على الاهتمام به من خلال سقل مواهبهم وإبداعاتهم لأخذ المشعل من المعلمين بروح من الثقة والعزيمة في مواصلة الحفاظ على هذا الموروث الثقافي موسيقى 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 موسيقى